اشتركوا في القناة لا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو للمعلومية كود الايتم شوب كل 14 يوم يختفي تلقائيا من متجر العناصر اي شخص حابب يدعمني ارجع يسجل الكود تاني مرة واهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلاي خلنا نبدأ بالتفاصيل في هذا المقطع هتكلم على كل شيء خص حزمة شهر فبراير عندنا اول شيء هذا الاعلان الدعاي للحزمة السكن صراحة مرة خيالي طيب عندنا الان ملحقات الحزمة عندنا اللون عندنا الاسكن وعندنا اكس وحقيبة الظهر والف بوكس مجانا والبتلباس مجانا وعندنا الاكسات المجانية في كل حزمة طاقم تشترك فيها هيعطوك مرحلة مجانا تمام طيب لاحظوا معايا انا وضحت لكم اياها بصورة افضل عندنا هذا الاسكن والاكس وحقيبة الظهر صراحة الاسكن مرة خيالي كل مرة انا دائما اجيب لكم مقطع اعرض لكم كامل الحزمة بس الى الان ما انفكت تشفير عنها حينفكت تشفير عنها يوم التلتاء ان شاء الله في تحديث المحتوى تمام طيب في شائعة بعض المسربين قالوها لاحظوا عندنا الاسكنات هذه من اسكنات استطلاع الرأي يعني حزمة شهر فبراير وحزمة شهر مارس كلها من اسكنات استطلاع الرأي طيب عندنا الاول شيء شهر فبراير اللي هي سكن سيلفي اسمه الاسكن سيلفي هيجي في شهر فبراير بعض المسربين قالوا حزمة شهر مارس هيكون الوادي اللي في اليسار بس الى الان ما تأكد هذا الشيء يعني في بعض الاشخاص يجي يشترك في حزمة البنت وما يجي شهر مارس اذا جاي اسكن غير الاسكن اللي انا قلته يجي يقول لي يا صياد انت قلت انه هيجي اسكن الوادي انا بتكلم انه الى الان ما تأكد هذا الشيء بس كثير من المسربين قالوا انه اسكن الوادي هيكون شهر مارس معاشي؟ طيب الان نتكلم على الاسئلة الشائعة ركزوا معي تمام دائما اي حزمة طاقم تيجي تيجيني اسئلة كثيرة في التعليقات فانا دائما احب اسويلكم اياها بطريقة خلوة ومختصرة عشان الكل افهم اجابة للاسئلة اللي يبغاها دائما اما تنزل حزمة حلوة يعني هذه الحزمة صراحة مرة خيالية اما تنزل حزمة خيالية كثير تيجيني اسئلة في التعليقات فالان انا هتكر السؤال وحجاوب عليه تمام فجميع الاسئلة اللي في راسكم هتحصلوها في هذه الاسئلة اباكم بس تركزوا معي تمام اول سؤال موعد الحزمة هيكون واحد فبراير يوم الاربعاء واحد فبراير طيب سعر الحزمة سعر الحزمة 12 دولار او 45 ريال سعودي يقولك كيف احصل عليها مجانا وهذا السؤال كثير يجيني في التعليقات طيب اذا انت اشتركت في حزمة يناير بداية اشتراكك فيها هتحصل على حزمة شهر فبراير مجانا تمام طيب فيه ناس كثير في التعليقات بيجيني يقولي انا اشتركت في يوم كذا وشهر كذا هل احصل على حزمة شهر يناير فبراير مجانا انا احب اوضح لكم هذه النقطة دائما انت اشتركت في اي يوم في اي تاريخ هذي مو مشكلة نظام الحزم نظام محدد تشترك حزمة تحصل على الحزمة الثانية مجانا في بعض الاشخاص يفكر انه هياخد ثلاثة حزمات او اربع حزمات مجانا هذا الكلام غلط تشترك في حزمة تحصل على الحزمة مجانا بس في اي تاريخ في اي وقت هذا كله ما له دخل ماشي طيب السؤال الرابع ليش ما جاءتني الحزمة الى الان وهذا السؤال دائما يجيني في التعليقات دائما لعبة فورتنايت تحط صورة الحزمة الجديدة في مجر العناصر قبل موعدها بيومين او ثلاث ايام كثير من الناس يدخل مجر العناصر يشوف الصورة فيجي رسيل لي يقول لي يا صياد الصورة في حق الحزمة بس ما جاءتني الحزمة انت ما تاخد الحزمة الين ما تنزل في مجر العناصر هذيك اللي محطوطة مجرد صورة فقط لا غير لو انت ضغط الصورة حيدخلك على الحزمة القديمة ترى ما يدخلك على الحزمة الجديدة بس مجرد دعاية للسكن ما تاخد الحزمة الين ما تنزل في مجر العناصر يوم الاربعاء واحد فبراير ماشي؟ هذي الاسئلة الاولى عندنا القائمة الثانية السؤال الخامس جاءتني الحزمة فقط وهذا السؤال دائما يجيني في التعليقات يقول لي انا اشتركت في حزمة يناير اعطوني الحزمة وعطوني البتلباس و1000 فييبوكس ااخدت حزمة شهر فيبراير وما جاءتني الا الحزمة فقط طيب احب اوضح لكم هذه النقطة دائما انا اوضحها اما تشترك في حزمة تحصل على الحزمة يعني مثلا انا اشتركت انت في حزمة يناير تاخد الحزمة وتاخد البتلباس وتاخد الفي بوكس الحزمة التانية اللي تاخدها مجانا تاخد الحزمة فقط بدون فييبوكس وبدون بتلباس يعني تاخد سكن وآكس وحقيبة الظهر لكن في بوكس وبتلباس ما في السؤال السادس ليش ما عطوني تعويض قيمة البتلباس وهذا السؤال الكثير يجيني في التعليقات أحب أن أوضح لكم نقطة جدا مهمة التعويض ما تاخده إلا مرة وحدة في السيزن كامل يعني إذا السيزن جاءت فيه ثلاثة حزمات طاكم يعني مثلا جاءت ثلاثة حزمات أربع حزمات مو مشكلة إذا إنت اشتركت في حزمة وعطوك الحزمة وعطوك الفيبوس وعطوك تعويض البيتلباس بعد كده إذا إنت اشتركت في جميع الحزمات ما تاخد تعويض التعويض تاخده في البيتلباس كامل البيتلباس طوله شهرين ثلاثة أربعة مو مشكلة فالتعويض هتاخده مرة واحدة فقط إذا أخدته مرة بعد كده ما تاخده نهائيا في السيزن كامل فلا تخسر فلوزة في ناس عندهم تفكير يقولك كل شهر أشترك في الحزمة يعطوني ألف بوكس ويعطوني تسعمية وخمسين الإجابة هذه غلط التعويض تاخده مرة واحدة فقط فلا تضيع فلوسك السؤال السابع لو اشتركت هل أحصل على بتلباس السيزين الجديد الإجابة لا لأنه بعد حزمة فبراير هتيجي حزمة مارس لأنه السيزين باقيله تقريبا 58 يوم والحزمة مدتها 30 يوم يعني بعد حزمة فبراير هتيجينا حزمة مارس في هذا البيت الباس هذه جميع الأسئلة اللي دائما تجييني في التعليقات إذا أحد عنده أسئلة جديدة ارسلي في التعليقات حاولوا أنكم تركزوا في الأسئلة لأنه فيه ناس كثيرة تشوف الأسئلة ويجي اسألني نفس الأسئلة في التعليقات ركز أنا وضحت الآن كل شيء بالتفصيل تمام هذا كل شيء كان عن حزمة طاقم شهر فبراير كذا وصلنا لنهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام ووهم شيء لا تنسوا تدعم المقطع بليك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفا أمان الله اشترك في القناة اشتركوا في القناة